162 مليون دولار تبني مصر ثانية جنب مصر تبني تجي قولة فجي فلوسك تبني مصر تانية جنب مصر ده الكلام اللي قالته بلوجر سعودية بتشجع الاتحاد بعد صدمة انه احتمال مش هيروح الفيديو ظهر انهم كانوا نفسهم فيه قالوله اطلب اللي انت عاوزوا يا صلاح وهتاخدوا لكنه في النهاية رفضهم ورفض الستة مليار جنيه اللي كانوا معرضين عليه ليه محمد صلاح رفض العرض السعودي ابو ستة مليار جنيه ارد الشباب السعودي عليه كل دو اكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده كل العالم عارف ان السعوديين عاوزين محمد صلاح يلعب على اراضيهم وتحت شعار نادي ليهم وهو نادي الاتحاد السعودي من شهر واكتر والكلف السعودية بيسعى لانهاء الصفقة وضم محمد صلاح للدور السعودي صفقة ان تمت فهيكون الدور السعودي كامل مكمل بوجود عدد كبير من اللاعبين العظام على اعلى مستوى ويضرب ببساطة خالص ينافس الدور الاسباني والدور الانجليزي كمان يقال والعهد على المواقع الاغبارية الكبيرة زي موقع سكا نيوز وموقع اليوم السابع ان محمد صلاح رفض عرض من نادي الاتحاد السعودي امت العرض ده 150 مليون جنيسترليني ما يعادل 190 مليون دولار امريكي يعني فلوس ما تتعدش تعمل كتير بالمصري العرض اللي قدمه نادي الاتحاد السعودي لمحمد صلاح وصل الدرجة اللي تخلي ابو مكة يكون اغلى لاعب في الدور السعودي ده ان كانت الصفقة تمت كان هيكون اغلى من صفقة نيمار ورونالدو وبنزيمة وكل اللاعبين الكبار دول الفكرة دلوقتي ان في كلام عن ان نادي الاتحاد السعودي مصر على اتمام صفقة محمد صلاح وفي كلام على انهم عاوزين يوصلوا العرض المتقدن لي لمتين مليون جنيسترليني ده غير الامتيازات التانية لنويني الدول محمد صلاح والعرض ده بالتحديد لو فعلا تم رفضه اللاعب كرة عربي يتم رفضه في التاريخ اما ان تراجع صلاح عن رفضه وابل العرض فهيكون اغلى لاعب كرة في العالم حاليا اغلى من مبابي وميسي اللي هم تقريبا من اغلى لاعبين العالم الفترة دي السؤال دلوقتي ليه محمد صلاح رفض كل العروض المتقدمة لي من الدور السعودي يقال ان سبب الرفض هو تمسك ادارة ليفربول ووكيل اعمال محمد صلاح بالعقد بينه وبين الليفار قبل كده الرمي عباس ان محمد صلاح ملتزم بالبقاء في ليفربول وإلى ما كانوا جديدوا العقد معاهم السنة اللي فاتت وبكده يكون الجمهور فيهم سر تمسك محمد صلاح بالبقاء الفترة دي في ليفربول يمكن بعد الفترة أو بعد انتهاء عقده معاهم يوافق ان يروح للدور السعودي زيه زي اي لعب محترف راح الدور السعودي الفترة دي الفكرة بقى ان في عدد كبير من السعوديين زعلنين حاليا على رفض محمد صلاح الانتقال للدور السعودي مستغربين ليه يرفض كل الفلوس المعروضة عليه دي كمان كانوا عشمانين ان صلاح يحب يلعب بالدور السعودي علشان جنب مصر وكده بس لظاهر كده ان محمد صلاح محترف بشكل كبير جدا وده اللي خلا يرفض كل العروض المتقدمة لي حاليا في النهاية بقى انتم ايه رأيكم في رفض محمد صلاح للانتقال للدور السعودي شايفين انها فرصة وراحت منه ولا ممكن تيجي تاني شاركوني برأيكم في التعليقات اشتركوا في القناة